معنا المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة لأستاذ سامة الزيتوني أستاذ سامة مساء الخير كل عام أنتم بخير وسعدا بأن تكون معنا في هذه الدقائق حياة الله أخي الكريم ومساء النور وأهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم بخير أستاذ سامة استعدادات أمانة العاصمة المقدسة هذا العام وإنجازاتها خلال الفترة الماضية كيف تصفها لنا نعم ولله الحمد بداية أخي الكريم شكرا لكم على هذه الجهود العلمية المباركة بحرصكم على إبراز ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظوا الله من جهود كبيرة لتهيئة وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام حيث أن جميع القطاعات والجهات الحكومية وكذلك الأهلية تتضافر خلال هذه الأيام لتتوحد جهودها من أجل تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وأمانة العاصمة المقدسة كواحدة من بين هذه الجهات التي تتشرف بتقديم خدمتها لحجاج بيت الله الحرام استعدت منذ وقت مبكر بوضع خططها التشغيلية لكافة مراحل موسم الحج حيث أن الأمانة عدت خطة مرحلية لتقديم الأعمال خاصة ما يتعلق منها بالأعمال المتعلقة بسلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام كأعمال النظافة على سبيل المثال حيث ولله الحمد وصل حجاج الحرام منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم يوم عيد العضح المبارك وحتى من قبل الفجر وصلوا إلى مشعر منه والمشعر في أعلى درجات الجاهزية حيث قامت الأمانة بوضع خطة مرحلية لتنظيف المشعر بعد مغادرة الحجاج له خلال يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الفجة فبمجرد مغادرة الحجاج في ذلك اليوم بدأت الأمانة بتوزيع فرقها للنظافة والمزودة بالآليات والمعدات وقامت بتنظيف المشعر بالكامل حيث استقبل اليوم المشعر من حجاج بيت الله الحرام والمشعر والإله الحمد في أعلى درجات الجاهزية قامت الأمانة أيضا بتنظيف المشعر لا يقتصر دور الأمانة في النظافة على الكنس أو التقاط النفايات أكرمكم الله فقط بل أيضا تقوم الأمانة بغسل وتنظيف وتعقيم المشعر من خلال غشة المبيدات وتعقيم كافة أرجاء المشعر حتى يكون في أتم الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن والإله الحمد نعم كيف تتلقى الأمانة البلاغات سواء من قبل الحجاج أو من الجهات الحكومية الأخرى إذا كان هناك أي إشكالية في المشعر فيما يتعلق بالخدمات الأمانة الأمانة طبعا لديها العديد من القنوات لتلقي بلاغات سواء المواطنين أو المقيمين أو حتى الشركات الطوافة والمطوفين لديها العديد من القنوات سواء القنوات الإلكترونية أو حتى القنوات الهاتفية ولديها رقم موحد تستقبل عليه البلاغات وتقوم بتوجيه الفرق اللازمة لسداد هذه البلاغات أولا بأول نعم والتنفيذ يكون فوري ساذة سامة بكل تأكيد بكل تأكيد يتم على حسب حجم البلاغ وحجم المشكلة يتم توجيه فرقة مكونة من كوادر وآليات إذا تطلب الأمر هل يتم التعامل مع المشكلة بفور وقوعها بحقه هل الفرقة الموجهة طبعا موجهة لعمل اللازمة أم لاستكشاف الأمر ومن ثم أيضا رسالة فرقة أخرى للقيام بالعمل نعم طيب بالنسبة للتنسيق مع الجهات الأخرى يعني هناك لابد من هناك بأن هناك تنسيق بينكم وبين الجهات الأخرى لإنجاح عملية التنظيف عملية التهيئة عملية سرعة الوصول إلى البلاغات بسرعة صحيح أكيد بكل تأكيد التنسيق قائم على أكمل وجهها فالعمل عموما في المشاعر المقدسة هو عمل تكاملي بالدرجة الأولى وأعتقد أنه ليس بمقدور أي جهة أن تعمل بمنع عن الجهات الأخرى فالعمل تكاملي في النهاية وأثر كبير في دفع وطيرة العمل وتلا فيما قد يستجد أيضا من ملاحظات وعاقبات خلال فترة الموسم وما قد يواجه الأعمال فمعظم أعمال الموسم لا تقبل التأجيل لذلك التنسيق قائم على أكمل وجه بين كافة القطاعات كأمانة العاصمة ووزارة الحج وحتى الجهات الأسكرية الأمن العام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وجميع الجهات تتضافر جهودا وهناك على ما أعتقد غرفة عمليات موحدة لتوحيد هذه الجهود من أجل هدف واحد في النهاية تسعى له جميع هذه الجهات وهو تقديم خدمة ذات جودة عالية لحجاج بيت الله الحرام نعم هذه الغرفة غرفة العمليات تكون مع بداية الموسم أم قبل ذلك؟ نعم منذ وقات مبكرة هذه الغرفة تنشأ غرفة عمليات موحدة حتى قبل بداية الموسم آه جميل طيب ساذة أسامة يعني ونحن نتحدث عن هذه الخدمة من الأمانة العاصمة المقدسة بتوفير كل السبل والإمكانات لتنظيف وتهيئة المشاعر سواء منها أو غيرها طبعا عرفات وما إلى ذلك من المشاعر يعني هل واجهتكم صعوبة من قبل الحجاج عدم التجاوب في هذا الجانب؟ عبدا ولله الحمد حتى هذه اللحظة الأمور كلها تسير على ما يرام ووفق ما خطط لها ولله الحمد حتى حجاج بيت الله الحرام الغالبية العظمى منهم أصبحوا على درجة كبيرة من الوعي في الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية سواء وزارة الحج في عملية التفويج في أوقات الخروج والدخول حتى التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في الالتزام بأدوات النظافة وكذلك التعليمات التي تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية من رمي النفايات في أماكنها المخصصة وأيضا فيما يتعلق بعدم التعامل خاصة هذا اليوم مع الحلاق الآمنة وعدم الحلاق في الأماكن غير المخصصة كذلك في شعيرة الأضحية هناك التزام تام ولله الحمد من حجاج بيت الله الحرام جميع الأستاذ سامة الزيتوني المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة شكرا جزيلا لك